وفي أنفسكم أفلات بسرون همض الكابريتيك اللي العامة بيسموه مية النار بيستطيع أن يزيد الحديد وتأثير الحمض ده بسرر زرتين الهايدروجين في تكوينه درقة الحموضة أو بيسموها بيورمززياب البي اتش ده بدأ هبوطا بعد رقم التعالي الواء 7 كلما خفض الرقم زادت الحموضة عشر أمسال رقم الذي يسبقه عندنا ستة خمسة أربعة وكذا في حين أن القلوية قدرتها تزداد بارتفاع الرقم عن سمع منها تمانية تسعة عشر حتى أربعة عشر والمحلول القلوي يستطيع أن يعادل محلول الحمض بنفس القوة فيفقد الهايدروجين تأثير الحمضي ويوظفه في تركيب جزء مية متعادل داخل جسم الإنسان وفي أجزاء مختلفة في درجات مختلفة متبينة من الحموضة والقلوية ولكل منها رقم سبب وهدف ولدينا هنا خمس أمثلة أولا مهبل الأنسة حمض التأثير لحماية هذا الممر من أي كائنات ممرضة تحاول اختراقه في حين أن السائر المنوي قلو التأثير حتى لا تقتل حمالات المنوية خلال مرورها من المهبل عند وصولها لعنق الرحم يكون ذلك مناسبا تماما فهو قلو التأثير المسر الثاني بنقول على جند الإنسان هلالة حمضية درجاتها ما بين أربعة ونص وستة ونص ذلك لمنع أي فطريات أو باكتنى من اختراق الجلد علما بأن البعض مغرم باستخدام الصابون اللي هو أصلا قلوي لأوقات عديدة وفترات طويلة مما يفقد هذه الحماية الطبيعية وفيعادل حموضة هذه الغلالة ويفقدها تأثيرها الوقائي المسر الثالث بنقول أن المعدة بتفرز حمض الهايدروكلوريك ودي حمضة قوية جدا بتصل لواحد أحيانا لاثنين أو تلاتة وذلك لقتل الكائنات الممرضة المختلفة الموجودة بالطعام والإمكان تنشيط الخمائر الهاضمة في المعدة والتي تحتاج هذا الواسط الحمضي لتهضم الطعام وتفككه لكن إذا وصل الناتج للأمعاء الدقيقة تتغير الأمور في التجاه القلوية التي تناسب خمائرها الهاضمة ساعتها وتمنح القدرة لامتصاص كثير من النواتج المسر الرابع بنقول أن في كل خلية من خلية جسمنا نفايات من سموم وجزيات مؤيبة وغيرها يلزم التخلص منها لحمات الخلية والاستفادة ضمنها من نواتجها لذا يتواجد بكل خلية جسم بنسميه ليز الزوم ده بيقوم بهذا الفعل ويمكن أن نسمي ما يقوم به من عمل إعادة تدوير النفايات أو ري سايكلينج الحموضة بتاعته البي ايتش بتصل لخمسة وبالتبعية استطيع أن يؤدي عمله بالمناسبة صيام الفرد لفترة 15 ساعة تقريبا فأكثر تنشط هذه الآلية وتخلص الجسم من نفاياته آخر مثل بنقول أن دم الإنسان الناقي سليم البدن بيميل للقلوية فهو البي ايتش بتاعته 7-4 من 10 طبعا بيصد الدم لكل أنزاء الجسم وهذه القلوية أحد ما زيها أنها تمنع تكاسب البكتيريا والفطريات بل تصبت نموه وانقسام أي خلية سلطنية تكون قد تواجدت وتمنعها أن تتضخم وتنمو لتصبح ورمى وفي النهاية نقول يا لها من قدرة وحكمة فكل شيء بقدر وحساب وسبحان الله الخالق المصور